وصلنا الآن لرياضة الغولف وآخر أخبار بطولة رايدر كاب حقق المنتخب الأوروبي كأس رايدر للغولف نسخة هذه السنة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بمسالك ماركو سيموني ذواحي العاصمة الإيطالية روما وحافظ ممثل القرى العجوز على تقدمه أمام ناظره الأمريكي منذ اليوم الأول من المنافسات لغاية اليوم الختمي بحصيلة بلغت 16 نقطة ونسب مقابل 11.5 لصالح الولايات المتحدة ليسعد بذلك الفريق الأوروبي الكاس ويضمن السمرار مسيرة خالية من الهزائم في الأراضي الأوروبية حيث لم يحقق فيها الطرف الأمريكي اللقب منذ سنة 93 تسعمائة وألف أنا لا أتأثر بأي حدث بخلاف هذا إنه حقا أفضل حدث في لعبة الغولف بلا استثناء قلت ذلك في المرة الأخيرة ولكن أي صبي أو فتاة صغيرة تطمح إلى لعب الغولف الاحترافي فهذه هي القمة هذا هو ما يريد الجميع الوصول إليه إنها المنافسة الأفضل أتمنى أن يتمكن أي لعب غولف عظيم من تجربة ما عشناها الآن يوم لا يصدق أسبوع لا يصدق أنا فخور جدا بأن أكون جزءا من هذا الفريق فخور جدا بأن أكون مع هؤلاء اللاعبين قائدنا لوك دونالد ومساعده لقد كنا جميعا نتأمل المشهد بعد نهاية المنافسات أردنا التعويض وأن نثبت للعالم ما نحن عليه حقا وقدمنا أداء رائعا هذا الأسبوع أشعر ببعض الارتياح الآن قبل ثلاثين دقيقة عندما فزنا بالكأس شعرت بالكثير من المشاعر أعني أنه من الصعب وصف ذلك لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي أنا سعيد للغاية من أجل ذلك لقد تمكننا من الاجتماع معا كفريق موحد موسيقى